شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً صدق الله العلي العظيم كان حديثنا حول شهود يوم القيامة وذكرنا عشرة أصناف من هؤلاء الشهود أما في هذه الليلة فنشير بإذن الله تعالى إلى الصنف الحادي عشر من شهود يوم القيامة وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نشير إلى مقدمة ذكرها بعض العلماء وهذه المقدمة هي أن الشهادة لها مرحلتان المرحلة الأولى مرحلة تحمل الشهادة والمرحلة الثانية مرحلة أداء الشهادة هذا واضح ولكن الذي نريد أن نشير إليه أن سعة الأداء وضيق الأداء تابعاني لسعة التحمل وضيقه وذلك لأنه لابد أن تكون للشاهد إحاطة علمية بالمشهود به فإذا كانت تحمل في دائرة ضيقة فيجب أن يكون الأداء في دائرة ضيقة أيضا وإذا كانت تحمل في دائرة واسعة فيمكن أن يتم الأداء في دائرة واسعة أيضا لنمثل بمثال لتقريب هذه الفكرة إلى الذهن إذا أنتم أردتم أن تشهدوا أن عمرا كان في المكان الفلاني في هذه الحالة لابد أن تحضروا في ذلك المكان وتشاهد عمرا في ذلك المكان عندما عاينتم وجود عمر في هذا المكان تحملتم الشهادة في هذه الحدود تذهبون إلى المحكمة عند القاضي وتشهدون بأني رأيت عمرا في المكان الكذائي الكذائي الآن نتقدم خطوة أخرى أنتم تريدون أن تشهدوا بأن عمرا كان في المكان الكذائي وكان يصلي في ذلك المكان في هذه الشهادة لا يكفي أن تروا عمرا في ذلك المكان لأنه لأنه هذه الشهادة شهادة مقيدة وليست وليست شهادة بأصل الوجود في المكان المعهود لا بد أن تذهب إلى ذلك المكان وتشاهد وجوده في ذلك المكان وتشاهد أيضا أنه كان في حالة أداء الصلاة الشهادة المقيدة تحتاج إلى رؤية مقيدة الآن نتقدم خطوة أخرى تريدون أن تشهد بأن زيد كان أو عمر كان في المكان المعهود في حالة الصلاة وهو يؤدي صلاته مقرونة بمستحباتها ومندوباتها هنا يجب أن يكون تحملكم محتويا على كل هذه الخصوصيات تقولون رأيت فلان في المكان الكذائي في حالة الصلاة وهو لابس ثوبا أبيض من القطن وفي يده خاتم عقيق وهو يصلي صلاته بخشوع وخضوع وقد تعطر كلما زادت القيود في مرحلة أداء الشهادة لابد أن تزداد القيود في مرحلة تحمل الشهادة هذه الخصوصيات التي تشهدون بها لابد أن يكون كل واحد منها مشهودا لكم رأيتموه نظرتم إليه الآن نخطو الخطوة الأخيرة تريدون أن تشهدوا بأن هذه الصلاة التي هي واجدة لكل هذه الخصوصيات كانت منبعثة من داع إلهي من داع قربي ولم يكن في قلب هذا المصلي أي تذر من الرياء أو السمعة أو الشهرة أو ما أشبه ذلك أو أنه فكره كان في صلاته من أول صلاته إلى آخر صلاته إهنان في هذه المرحلة لا يكفي أن تشاهدوا الظاهر لأن أنتو متشهدون على الظاهر فقط وإنما عبرتم الظاهر إلى مرحلة الباطن من أين تعلم بذلك من تعلم أنه هذا الداعي كان داعي قربي حتى تشهد بذلك عندك اطلاع على البواطن من تعرف أنت أيها الشاهد أنه فكره كان في الصلاة من أول الله أكبر إلى نهاية صلاته من تعرف نعم إذا كان هناك شخص علمه يتجاوز الظاهر إلى البواطن يعني إشلون أنتو تشوفون باطنكم بل الإنسان على نفسه بصير إشلون إحنا كل واحد منه يعرف ذاته ويعرف بواعثه ويعرف حالاته إذا كان هناك شخص ينفذ علمه إلى باطنكم ويشاهد هذا الباطن إحنان يتمكن أن يأتي ويشهد أن هذا الرجل عندما صلى كان الصلاته منبعث من داع قربي إلهي ولم يشب هذا الداع أي داع آخر وفكرة من أول الصلاة إلى آخرها كان في الله سبحانه وتعالى إذا تمهدت هذه المقدمة نأتي إلى النتيجة القرآن الكريم وسوف نقرأ بعض الآيات التي تشير إلى ذلك يدل على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شاهد على هذه الأمة هذا هو الصنف الحادي عشر من شهداء يوم القيام الأنبياء شهداء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شهيد أولاً أولاً لابد لابد يكون حاضر ولابد أن يكون ناظر الله تعالى في هذه الآية التي تلونها يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد إذا ما كان حاضر إذا ما كان ناظر كيف يشهد إذا واحد نقل لكم رؤية الهلال أنت كنت في مكان واحد أجل لكم رأيت الهلال تتمكنون تشهدون برؤية الهلال لا هذه شهادة على الشهادة أنت تشهدون بأن شاهدين شهدوا بالهلال في الفقه بحث الشهادة على الشهادة ولا تقولون إنني رأيت الهلال وإنني شاهدت الهلال إذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كان شهيدا أولا يجب أن يكون حاضرا وناظرا وثانيا النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتي يوم القيامة أو أهل البيت عندما يأتون يوم القيامة ويشهدون هل يشهدون على الظاهر فقط يعني يقولون النبي يقول إنني رأيت فلانا يقول الله أكبر أما ماذا كان بعثه الباطني لا أعلم هذه الشهادة لا تمثل تمام الحقيقة لأن هذه الصلاة مجرد جسد وحقيقة الإنسان بتلك الروح الكامنة مو بهذا الجسد الظاهر النبي يشهد بحركات أو يشهد بصلاة صحيحة بأيهما صلاة فاقدة للروح أو صلاة واجدة لروحها لا يشهد بصلاة واجدة لروحها بناء على ذلك يجب أن تكون إحاطة النبي صلى الله عليه وآله إحاطة بالباطن أيضا لا إحاطة بالظاهر فقط النبي صلى الله عليه وآله يحيط بما يكمن وراء العمل ولا يتعلق علمه بالعمل فقط هذه هي شهادة الصنف الحادي عشر من الشهود الشهادة التي تبتني على حضور أولا وتبتني على نفوذ العلم في البواطن ثانية في هذا المقام هناك عدة تساؤلات السؤال السؤال الأول هو أنه إذا كان للنبي صلى الله عليه وآله للأنبياء للأوصياء الآن كلامنا في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين صلى الله عليه أجمعين إذا كان لهم هذه الإحاطة وهذا العلم النافذ إذن ما هو الفرق بينهم وبين علم الله سبحانه وتعالى يعني نرفع النبي صلى الله عليه وآله إلى مصاف الله تعالى هذا السؤال واضح جوابه الجواب هناك عدة فوارق الفرق الأول علم الله سبحانه وتعالى ذاتي نابع من ذاته وعلم النبي صلى الله عليه وآله اكتسابي يستند إلى تعليم الله سبحانه وإلى إفاظة الله الفرق الثاني ولعله عبارة أخرى عن الفرق الأول علم الله سبحانه وتعالى يدخل ضمن دائرة الوجوب إذا صح التعبير لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته وجميع صفاته الذاتية واجبة الوجود يعني كما أن ذات الله واجبة الوجود علم الله واجب الوجود ليش لأن علم الله عين ذاته فإذا كانت ذات الله واجبة فعلم الله يكون واجبة لو صح التعبير بينما علم النبي صلى الله عليه وآله كذاته هذا هو الفرق الثالث الفرق الثالث أن علم الله سبحانه غير محدود بينما علم النبي صلى الله عليه وآله علم محدود إذن هذا الأمر لا يجعل النبي صلى الله عليه وآله وعلم النبي في مصاف علم الله سبحانه السؤال الثاني طبعا هذا مجرد استبعاد بعض اللي غمرتهم أمواج التجدد ما يقال له التجدد يطرحون هذا الإشكال أو هذا السؤال هل يمكن لموجودا واحد أن تكون له هذه الإحاطة العلمية يعني النبي صلى الله عليه وآله يحيط إحاطة علمية بمليارات الأعمال ويكون شاهدا وناظرا على جميع هذه الأعمال في لحظة واحد هذا ممكن الجواب إذا شاء الله تعالى أن يقدره على ذلك فهو ممكن ولكن لمجرد تقريب الزهن نمثل بهذا المثال هذا مجرد تقريب لا تأخذ هذا المثال بحرفيته السعى العلمية تختلف باختلاف الأوعية أكو هناك وعاء ضيق إن هذه القلوب كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكميل يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها فخيرها أوعاها القلوب مثل الأوعي وعاء ما يتمكن يسع إلا لتر من الماء ووعاء كالمحيطات والبحار يتسع لمليارات اللترات هذا وعاء وذاك وعاء لعله أنتم لاحظين الأطفال أول ما يتعلمون القراءة والكتابة تضعون أمامهم دفتر كتاب يريد أن يقرأ السطر الأول يريد أن يقرأ الكلمة الأولى من السطر الأول ما يتمكن يقرأ أولاً الحرف الأول من الكلمة الأولى من السطر الأول يتهجه ثم يقرأ الحرف الثاني ثم الثالث إلى أن يتمكن أن يقرأ الكلمة ثم يقرأ الكلمة الثانية ثم يقرأ الكلمة الثالثة عندما يوصل للسطر الثاني تسألوه شنو كان بالسطر الأول يقول ما أدري رايح من بالك هذا الوعاء وعاء ضيق أما أنتم تقرأون سطر سطر وقد نقل لبعض العلماء أن هناك طريقة علمية أنه واحد يقرأ صفحة صفحة في الشكل تنظرون إلى الصفحة هذا ذهنكم يسلط في لحظة واحدة على كل مطالب هذه الصفحة في الشكل يأخذ مثل تصوير ليش؟ لأن ذهنكم إلى استيعاب أكبر تقرأون كتاب أبو خمسمائة صفحة بعدين يقول لكم شنو كانت مطالب هذا الكتاب تقولون كلها مطالبة كانت كذا وكذا وكذا بينما الطفل في السطر الثاني يمكن ينسى السطر الأول هذا مجرد مثال لتقريب الذهن لأن الأوعية تختلف سعة وضيقا فلا مانع أن الله سبحانه وتعالى وهو القادر المطلق أن يعطي لأوليائه لبعض أوليائه لصفوة أوليائه لخاتم أنبيائه لأهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين لأمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنص آية المباهلة ما المانع أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذه القدرة الإحاطة في لحظة واحدة السؤال الثالث هل هناك فرق بين حياتهم وموتهم الجواب كلا وقد ذكرنا هذا المبحث فيما مضى أنه لا فرق بين حياتهم وموتهم تلك الإحاطة التي كانت لهم في حالة الحياة لهم بعد الممات في الواقع لم يموتوا إذا كان الشهداء لم يموتوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فكيف بالنبي الأعظم فكيف بأهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين أكو في كتاب حياة القلوب قضية لطيفة ينقلها عن أبي ذر هذه الرواية كما في حياة القلوب يرويها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في يوم من الأيام أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه ذهب إلى ذهب يطلب النبي صلى الله عليه وآله فوجد النبي صلى الله عليه وآله في بستان نائم النبي كان نائم أبو ذر على كيف لعله على كيف مني إجي وأراد أن يختبر أو يظهر إذا كان أراد أن يختبر الإيمان له درجات لعله في بداية أمره ما كان في الدرجة الرفيعة من الإيمان وإذا كان أراد أن يظهر هذا المطلب لنا حتى بعد ألف وأربعمائة عام ننقله وللأجيال أخذ عودة وكسر هذه العودة حتى يشوف النبي صلى الله عليه وآله يلتفت أو لا يلتفت وعادة كانت عودة رقيقة وكسرها برقة وإلا وإذا واحد يأخذ خشبة ويكسرها أخوة النائم يستيقظ طبيعي فرفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه المباركة وقال يا أبا ذر ألا تعلم أني ينام عيني ولا ينام قلبي العين نائم ولكن القلب يقض ويرى فإن نبي صلى الله عليه وآله لا فرق بين يقضته ونومه وبين حياته وموته نذكر بعض الآيات المباركات المباركات الواردة في هذا المقام وبعض الروايات الشريفة الآيات المباركة المباركات الآية التي افتتحنا بها حديثنا في سورة النساء آية واحد وأربعين الله سبحانه وتعالى يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد لعل هؤلاء الشهداء هم الأنبياء كما يشير إليه بعض المفسرين وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الآية التي تتلوها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض بعض قالين تسوى بهم الأرض يعني يا ليتهم يقبرون ويدفنون موقف الخجل أمام الله سبحانه وتعالى أمام النبي صلى الله عليه وآله أمام الشهود أمام الأشهاد يمكن هنانا واحد مشاعرة تكون غليظة واحد في كل يوم يعمل أعمال منافية للشرع أو حتى منافية للأدب إذا كان واحد عادي مكان يعمل أمامه ذلك العمل ولكن النبي ينظر إليه الإمام الحج صلى الله عليه حاضر وناظر ويعمل ما يشاء ليش؟ لأن مشاعر غليظة وقاح ولكن هناك الإنسان تتبدل حالته يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يا ليتهم يقبرون ينتهون أو يتحولون إلى تراب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بعض العلماء على ما ببالي يقولون الحيوانات يوم القيامة تتحول إلى تراب تنعدم تنتهي بهذا النحو فيقول الكافر يا ليتني كنت حيوانا فأتحول إلى تراب وأنتهي ولا يكتمون الله حديثا أنقل لكم قضية حتى تشوفون أنه حقيقة في مجمع البيان يقول النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقرأ هذه الآية أو عندما نزلت عليه هذه الآية أخذ يبكي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فمجمع البيان يعلق يقول إذا كان النبي يبكي وهو الشاهد فكيف لا يبكي المشهود عليه هذه القضية أنا شاهدي في آخرها ونذكر مقدمة القضية لأن لا تخلو من عبرة أخلاقية ونحن في يومي الأيام الكبار هذه القضية لعله قبل حوالي مئة عام حدثت ونقلها لأحد المطلعين قال كان واحد من العلماء الكبار من مراجع التقليد كان المرجع الأعلى في زمانه وكان هناك رجل لا يفتأ عن انتقاد هذا العالم والتهريج ضده والتكلم علي وتسقيط في المجتمع مشكلة التسقيط المتداولة للمؤمنين هذا كان دعبة الآن استمر على هذا المنهج أعوام أشهر على كل حال فترة وكان هذا الرجل المهرج غريب في تلك المنطقة في ليلة من ليالي الشتاء الباردح وشاب أوشكت زوجته على الوضع أخذتها حالة الطلق وكادت أن تضع طبعاً تعلمون أنه واحد في أول ولادة يضطرب عادة أن تجربة لم يمر بها تجربة محفوفة بالمخاطر بالذات في ذاك الوقت كثير من الوالدات حين الولادة كنا يموتن في حالة الطلق فاضطرب وطلع من بيته في الليل المتأخر وراح إلى بيته القابلة المولدة وطرق الباب وقال لها أي قضها من النوم قاعدة كانت نائمة وقال لها زوجتي في حالة ولادة إذا تجين لولادتها قالت أنا مو وظيفتي أن أطلع في هذا الليل إذا تريد جيبها إلى هنا قال ما أقدر أجيبها قالت أنا ما أجيبها فجداً أسقط في يديه ماذا يفعل لم يجد وقالت له القابلة فقط أنا في حالة واحدة أنا أجي إلى بيتك أنا أقلد المرجع الفلاني إذا هذا المرجع يأمرني أمر أن أجي إلى بيتك أنا أجي وإلا ما أجي فسدت أمامه الأبواب فكر ماذا يفعل تحت ذلك الضغط والاضطراب شاف بعد ما كو طريق إليه لازم يجي إلى بيت ذلك العالم فإجي إلى بيت ذلك العالم في حالة اصطراب وتألم وطرق الباب بعد فترة لعله لحظات وإذا بالعالم يفتح الباب أظن ما متأكد من هاي النقطة أن قلمه كان على أذنه ولابس ملابس لحمايته من البرد يعني يبدو في ذاك الوقت المتأخر من الليل كان مجهول بالكتابة المطالعة فهذا الرجل منكس ما يتمكن ينظر إلى ذاك العالم والعالم لا يعرف قال اتفضل إلى الداخل قال له لا ولكن القضية هذه هكذا لأنا اعتذر منكم ولكن ما كان أمامي طريق قال أصبر دخل إلى الداخل ولبس ملابسه عمامته عباعته جبته أو قباعته وإجوية إجي إلى بيت القابلة طرق الباب وطلب مرجع التقليد من القابلة أن تأتي إلى بيت هذا الرجل القابلة قال السمع وطاع مرجع التقليد يأمر بذلك جاءت وولدت المرأة وكأنه العالم تكفل بكل الشؤون المرتبطة طبعا هذا موقف كل شيء صعب إحنا إذا في يوم إلى أيام إجتنا القدرة نفهم يعني شنو هذا ولم يظهر لذلك الرجل أي شيء وانتهت القضية الشاهد في هذه الكلمة الأخيرة التي نقلها لي جديدا أحد المطلعين قال ذكروا أن ذلك الرجل اللي كان يتكلم ضد ذلك العالم ما طلع من بيته خجلا وحياءه خجل وحياءه كيف يطلع بأي وجه يطلع من بيته وبقي يوما ويومين وثلاثة أيام إحنا الآن إذا متكلمين ضد واحد بعدين جابوا لنا الفيديو الشريط المصور بعد نتمكن ننظر إلى الطرف نتمكن نشوفه إلى حوالي شهر وهو يتآكل من داخله وقبل نهاية الشهر مات كمدا وتألما مات واحد يجي يوم القيامة أمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إحنا الآن نعيش هذه الحالة إحنا الآن في محظر النبي الأكرم في محظر أهل البيت عندما نزور الإمام الرضا صلى الله عليه نقول وترى مقامي أو في بعض الأماكن الأخرى ترى واحد يجي بكل هذه الجرائم التي ارتكبها الجرائم للمجرمين وما يناف الأدب كثير من الأشياء تناف الأدب وإن لم تكن جريم هذه ذنوب الأولياء يجي وكلها مكشوفة وكلها معروضة والنبي صلى الله عليه وآله كان شاهدا وحاضرا وناظرا وشاهدا أكفت قضية ينقلها الآن ما أريد أنقل تفصيل القضية اقرأوها في كتاب قصص العلماء للتنكابني قضية العودي فالقضية مطولة في الآخر يقول في يوم القيامة تراءت له يوم القيامة في تفصيل طبعا فرأيت بدني في نهاية القبح العودي يقول وهو مليء بالدمام وكلش كنت متأل ثم أخذتني الملائكة أو أخذ بي إلى مكان فرأيت فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وثلاثة آخرين يمكن يذكر لم أعرفهم يقول أنا ما عندي وجه أن أنظر في وجه النبي صلى الله عليه وآله هذا مثل واحد أبو عنده ابن هذا الابن يفسد في المحلة ويؤذي الجيران ويثير الإضطراء ويرتكب المنافيات الآن عندما يجي أمام هذا الاب وكل شيء مكشوف أمام يتمكن ينظر في وجه هذا الاب يتمكن ينظر في عين هذا الاب يقول يقول فأطرقت برأسي حياء وخجلا ما أتمكن أشوف النبي صلى الله عليه وآله فتأملني النبي صلى الله عليه وآله طويلا ثم قال كذا بقية القضية راجعوه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الآية الثانية في سورة النحل آية رقم واحد وثمانين ويوم نبعثه في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الآية الثالثة لتكونوا شهداء على الناس اللي فسرت في الروايات بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الآية الرابعة في سورة التوبة آية 105 وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فُسَّرَتْ بَأَهْلِ الْبَيْتِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بما كنتم تعملون الروايات إذا أحببتوا راجعوها في تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين وتفسير العياشي في ذيل هذه الآيات المباركات بالكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروها وهو قول الله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله الآية الأخرى قال عليه السلام الإمام الصادق هم الأئمة صلوات الله عليه الرواية الأخرى في الكافي هذه الرواية موثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما لكم تسوءون رسول الله يعني تؤذونه فقال له رجل كيف نسوءه فقال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوء رسول الله فلا تسوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسر روح الرواية الأخرى قلت للرضى عليه السلام أدعو الله لي ولأهل بيتي فقال أولست أفعال يعني أنا أدعو لك أو لكم والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليله فاستعظمت ذلك يبدو معرفته كانت قليلة هذا الراوي إلي هذا الشيء عظيم فقال لي أما تقرأ كتاب الله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سخطه وسخط أوليائه وأن يوفقنا لمرضاته ومرضات أوليائه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر